متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلمة من فترة قلت لكم ان شاء الله ان انا كده كل كان فيديو ينزل عندي على القناة هطلع لكم بفيديو جديد اتكلم فيه عن استخدام كنفا بشكل يخلي تصويماتكم مختلفة النهاردة بقى مش هتكلم عن التصويم ونهاردة هتكلم عن الفيديو زي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو الفيديو ده مكتوب عليه نيتشر وزي ما انتوا شايفين كل حرف موجود او يعتبر كل حرف كده كأنه ترانسبيرانت كأنه شفاف والفيديو شغال جوا كل حرف واحد جزء من الفيديو القصدي اللي في الخلفية عشان نعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده هنتبع مع بعض النهاردة الخطوات ويا ريت كده تمشوا معايا خطوة بخطوة ونشوف هنعمل الموضوع ده ازاي اول حاجة بتختار الفيديو اللي انت هتشتغل عليه ممكن تجيب الفيديو من فيديوز داخل كنفا هجيب اي فيديو هنا هاخد انا بحب بصراحة فيديوهات النيتشر او الطبيعة بحس كده انها مريحة للاعصاب فممكن نجيب مثلا فيديو زي ده وححطو كباك جراوند دي اول خطوة يبقى اول خطوة هجيبنا الفيديو وحطناه في الباك جراوند ثاني حاجة ان انا هجيب الحروف اللي انا هحطها على الفيديو الحروف دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فريمز طب اجيب الفريمز دي منين؟ انا بروح للألمانس ومن الألمانس هبتدي هنا اكتب letter frames يعني عايزة الحروف اللي بتكون على هيئة frame اطار زي ما احنا شايفين وحبتدي هنا احط الحروف اللي انا عايزة اكتب بيها الكلمة هفترض مثلا هتكون summer نفترض مثلا انا هكتب هنا summer هاخد s u m لو ال m دي مش عجباني ممكن ادور على m تانية على فكرة في حروف بfonts مختلفة في capital في small لان انا هكتب capital ال m دي حلوة summer هصغر بس شوية علشان ياخد كل انا عملت سلكتة على كل الحروف وصغرتها مع بعض عشان يبقى حجمها واحد لما اجي اعمل resizing وي ال e وي ال r ال e وال r حتى دي برضو هزبطهم عشان يبقى المسافات بسوك زي ما انتو شايفين كده canva الميزة فيه ان هو بيزبط المسافات ما بين كل حرف وحرف هنا حتى دي اعمل سلكت عليهم كلهم كده عشان بس احطهم center كده امسكهم احطهم center في النص تاني حاجة احنا جبنا الحروف اللي على شكل frame وحطناهم وزبطناهم على الفيديو بالمنظر ده هعمل ايه بقى هبتدي اجيب نفس الفيديو من الفيديوز وابتدي احطه جوا كل frame هبتدي احطه كده جوا كل frame من الحروف هبتدي احطه كده جوا كل frame بالمنظر ده طيب هل كده تمام يعني خلاص كده لا مش خلاص هنعمل الاتي هبتدي اقف على الحرف الاولاني اللي جوا الفيديو هدوس علي double click بالمنظر ده كده وابتدي ان انا اخلي الفيديو بتاعي فوق الفيديو اللي في background بالمنظر ده كده فوق الفيديو وابتدي ايضا اروح لي الحرف التاني اللي هو frame اللي جوا فيديو هدوس علي double click هدوس علي double click بالمنظر ده كده وابتدي احطه فوق الفيديو كأنهم متطابقين كده فوق بعض واروح للحرف التالت هدوس علي double click وعمل نفس الموضوع موضوع هياخد مننا شوائد وقت صغيرين بس النتيجة بصراحة بحيث انها تستهل هروح لي الحرف اعتقد الرابع هزبط المهم ان يكون resize معمول بشكل ان الفيديوهين اللي في الخلفية والفيديو ده يبقوا متطابقين بالمنظر ده نفس الموضوع التطابق هروح لاخر حرف معي واعمل نفس الموضوع التطابق طيب بعد كده هعمل ايه؟ هتدي ان انا اعمل select عليهم على كل الحروف بالمنظر ده واروح بس ايه؟ يعني اعمل البوردر بتاعي يكون له لون وليكن مثلا هنا اللون ده اللون ده حلو وهنا ممكن انا ايه يعني اتخانش شوية بالمنظر ده لو انا حبه انا شايفة كده كفاء قوي وحبتزي ان انا اشغل الفيديو بتاعي زي ما انتو شايفين كأن الكتابة الحروف transparent والفيديو شغال في تناغم في الخلفية زي ما احنا شايفين تعالوا بقى كمان نبتدي ان احنا نعمل الحركة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي عشان نظهر الكتابة اكتر وهي ان انا اروح للألمانس او العناصر وابتدي ان انا اختار هاختار هنا shapes ومن shapes هبتدي ان انا اغطي كده على الفيديو بالمنظر ده كده تماما مستطيل بعد كده هبتدي ان انا اقف على shape ممكن ادوس write click على layer واعمله send to back وحعمله باللون الاسود خلي لونه اسود وهروح هنا للترانس بيرانسي وابتدي هنا اقلل الترانس بيرانسي بالمنظر ده بعض الناس هتقولي طب ما انت كنت ممكن تعملي ترانس بيرانسي للخلفية اللي هو الفيديو لا انا مش عايزة اغير في شفافية الفيديو كده هيكون افضل والنتيجة هتكون احسن فما تغيرش في شفافية الفيديو الافضل ان انت تجيب shape وتبتدي ان انت تغطي بيه على الفيديو كله وتحطه ورا الكتابة وتبتدي تلعب في الشفافية الخاصة بيه مثلا هنا المستطيل اللي احنا حطناه بالمنظر ده تعالوا بقى كده نشغل الفيديو بتاعنا مرة تانية ايه دي الفيديو بتاعنا طبعا الالوان الخاصة بالبوردر والحاجات دي كلها ازواء الفونت نفسه عايزه capital عايزه small بالنسبة للframe انت عندك frames كتيرة وحروف كتيرة على هيئة frames تقدر تختار اللي انت عايزه ده راجع لكل شخص على حدة ممكن بقى ان انت كمان تحط مثلا sound effect ممكن تحط music اللي انت عايزه تحطه فيه الخلفية انا استخدمت من اليوتيوب library علشان حقوق الملكية حاضرة جدا مع اليوتيوب لما باجي احط اي music background فانت ممكن تروح ترفع الاوديو بتاعك مثلا لو انت حترفع على اليوتيوب وتبتدي ان انت تضيفه في timeline ويبقى خلفية للفيديو بتاعك وكده احنا عملنا التأثير بتاع النهارده من canva tips and tracks ان شاء الله الفيديو هيكون في اصرار برنامج canva يا رب يكون نوعية الفيديوهات دي تكون بتعجبكم اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وزي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا subscribe للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو بتشفونا لأول مرة واتبعوا باقي الفيديوهات الموجودة في اصرار برنامج canva اوعيتكم ان شاء الله هتفيدكم ولمتابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير والكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة